تفجر خلاف جديد بين رئيس الوزراء محمد شيع السوداني ورئيس اتلاف دولة القانون المالكي بسبب تشريح السوداني لقيادي بحركة العصائب أهل الحق لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة كما وكشفت مصادر سياسية عن وقوع خلافات بين قادة في الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء محمد شيع السوداني بسبب اتخاذ الأخير بعض القرارات دون الرجوع فيها إلى الهيئة القيادية في الإطار الأمر الذي أثار حفيظة ورفضة لقادة الإطار بتقدمهم نور المالكي يتقدمهم نور المالكي وبينت أيضا أن السوداني قدم للإطار التنسيقي مهند شاكر مسؤول تنظيمات عصائب أهل الحق لجانب الكرخ ببكداد كمرشح له بانتخابات مجالس المحافظات المقبلة في وقت اعتبر المالكي هذه الخطوة تمردا عبر سحب مرشح العصائب لمعسكر السوداني حيث يريد المالكي أن يكون تقدمهم لمرشحي الإطار التنسيقي بيده حسرا موسيقى موسيقى